في شهر ستة أو في شهر سبعة انطلاق اختبارات الناشئين في النادي الأهلي كل ولد صغير بحريص جدا أن يكون متواجد داخل النادي الأهلي وعايز يلعب وعايز يتقلق وعايز يكمل ويشوف نجاحاته في الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي شوفنا نجوم كبار جدا بدأوا في مرحلة الاختبارات وانضموا لقطاع الناشئين وتقلقوا وأصبحوا نجوم كبار وتقلقوا وسفروا حتى في الدوريات الأوروبية في الأونة الأخيرة فبالطبع في هذه الأيام كل ناشئ أو كل برعم حتى متواجد في محافظات مصر بيحاول يتواجد في النادي الأهلي وبينتظر حتى لما النادي الأهلي بيسافر للمحافظات عشان يختبر والناس تشوف وينطلق ويتفوق ويكون أحد لاعبي النادي الأهلي بيبقى شرف كبير جدا لكل الناس أن هي بتلعب تحت هذه المنظومة وتحت شعار كبير جدا هو شعار النادي الأهلي قبل ما نطلع فاصل زي ما كنت بتكلم معاك وقبل ما ينضم لك كابتن فتح مبروك وحنا بنتكلم عن المرحلة الموسم القادم عدينا عدد المباريات بنتكلم في 80 مباراة وابنتكلم في عدد مباريات كتير جدا خلال الفترة القادمة وده الاجتماع اللي يعمله عامل حسين مع المهندس هاني أبريدة عشان يشوفه التصور القادم بالنسبة للمرحلة القادمة موسم هيبدأ من نص سبعة وينتهي في نص مايو لأنك كمان محتاج تدي أسبوعين للمنتخب بإذن الله بعد تأهله لأمم أفريقيا في الكاميرون في شهر ستة أنه يستعد أولا الاتحاد الأفريقي ما فاجئش الجميع على فكرة الاتحاد الأفريقي في شهر يناير وفبراير الماضي في كونجرس المغرب حدد الأجندة الدولية بتاعته وحدد الأجندة الخاصة ببطولاته لمدة ثلاث سنوات قادمة وقال للناس قبل نهاية الموسم بست شهور الخريطة بتاعتي في الثلاث سنوات قادمة هتبقى بالشكل ده الأم الأفريقية هتبقى في شهر ستة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هتنطلق من شهر نوفمبر أو ديسمبر حتى شهر مايو فالكل عارف هذه الخريطة لكن ضغط المباريات ووجود البطولة العربية مع الدوري المصري ب18 فريق مع كاس مصر وأيضا في سوبر مصر سعودي مع كاس عالم أندية كل هذه الارتباطات مع الأجندة الدولية للمنتخبات هيعمل ضغط كبير جدا والمشكلة مش في عدد المباريات أنا بقول لكم المشكلة الأكبر أنت ممكن تلعب 100 مباراة في السيزن في السنة مفيش مشكلة لكن قايمة الفريق 25 لعب يعني في شهر الثمانية هبدأ الدوري ب25 لعب ألعب بيهم الدوري وألعب بيهم بطولة أفريقيا المتبقية وألعب بيهم بطولة أفريقيا القادمة شيء صعب جدا والبطولة العربية 40 لعب طب ماشي أنا معي 25 في القائمة المحلية هجيب الجابل 15 لعب منين أترى أرجع لقطاع الناشئين طب ما أنت بالتالي ما بتخليش المسابقة قوية ما تخلي القائمة 30 وطالما أنت بتلعب فيك أكثر من بطولة التعاقد بتاعك مع أكثر من لعب ما أنت لما تستغنى عنه أو تعيره لأي نادي مش هيكون على زمتك فمش هيلعب معاك فأنت ممكن تفتح القائمة أحنا مش هنقارن نفسنا بأوروبا أن هناك ما فيش قوائم محددة وقوائم مفتوحة وأنك بتلعب عين حيا حسب اختيارات فجيت قللت القائمة 25 لعب يعني المرحلة الانتقالية اللي أنت عايز تعملها ضغطها بأنك تقلل عدد اللعيبة أنت سهل جدا تجد أيام سهل جدا تلعب بطولات كتيرة لكن أدي فرصة للفرق أن هي تزود عدد لعبيها عشان تقدر تشارك في كل هذه البطولات عموما نتمنى يا ربي خلال الساعات القادمة نشوف أخبار جديدة تتعلق بالمسابقة في الفترة القادمة وأيضا قوائم الفرق في المرحلة القادمة في ظن النادي الآلي هو أقصر الاندية المشاركين في هذه البطولات والكل يكون حريص على تواجده سواء على المستوى الأفريقي أو حتى على المستوى العربي نخرج إلى فاصل ثم نواصل حديث بعد الفاصل عن الألعاب الفردية والجمعية والنجاحات التي تحققت خلال العام الأخيرة من نجوم النادي الآلي اشتركوا في القناة